السلام عليكم الله يعطيكم العافية جميعا اليوم إن شاء الله درس جديد عن موقع استبيانات جديد موقع كتير رائع وكتير جميل جدا وإن شاء الله هو مضمون إن شاء الله راح نقول له راح نتعرف اليوم على الموقع وعن كل ثغراته بإذن الله ورح نعرف كيف يشتغل موقع كتير بسيط هو موقع عبارة عن موقع استبيانات واستطلاعات الرأي شبيه بالإنبوكس مو شبيه بالإنبوكس شبيه بموقع اسمه Global Test Market والمواقع اللي هي بتعطي بس استبيانات أو اليوغوف مثلا بتعطي فقط سيرفي فهذا الموقع كتير كتير بسيط وكتير سهل وتسجيل فيه مجاني ورح نتكلم إن شاء الله عن طريقة السحب تبعه وكل تفاصيل تفاصيل بهذا الموقع الموقع اسمه Valiate Opponions هذا الموقع أول شي رح نبدأ فيه رح نعمل كلمة Join Now عشان نسجل تسجيل دخول طبعا أكيد نحنا شفنا بالدروس الخمسة الأولى اللي خاصة بمواقع الاستبيانات شفنا إنه كيف نحضر المعلومات وكيف نعمل نسبة تخفي مية بالمية أو كيف نعمل كل الاحتياطات اللازم بحيث إنه نبين كأنه نحنا بأمريكا نعمل كلمة Join Now بعد ما عملنا عشان طلعت لي هاي الشاشة هاي القائمة هون بكل بساطة رح نعبي المعلومات احنا أكيد تعلمنا بالدروس الخمسة تحضير المواقع تحضير المعلومات عشان نفوت على مواقع الاستبيانات بكل بساطة رح نعبي المعلومات First Name, Last Name, Gender وتاريخ والZIP Code والإيميل و confirm email والPassword والPassword هلا رح نساوي حساب مع بعض رح نساوي حساب مع بعض مثلا هاي عفا خين ناخد مثلا نبدأ من فوق من كلمة First Name Hi First Name Jackie Jones طبعا احنا نحضر هاي المعلومات اكيد ما في داعي عيدة كيف حضرنا المعلومات والإسم والحساب طريقة بسيطة جدا Last Name Gender mail طبعا تاريخ الميلاد نشوف تاريخ الميلاد مثلا 12.5.82 12.5.1982 ZIP Code ZIP Code أظن 46703 يمكن 46703 Cofi Password Cofi 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 بقى إلي رمز الكابتشا طريقة التسجيل كتير سهلة كتير جدا 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 حتى ما يعني ما في أي صعوبة ولا في أي نكشات ولا في أي شيء هذا الموقع وهاي قرأت الشروط بس هون اخ حط كانتري سيتي انجولا هيك تقريبا نحن عبينا كامل معلومات مثل ما انتم شايفين هلأ بس باي قلو نيكست طبعا هيك بكل بساطة هو رح يبعت لي رسالة على الإيميل مشان افعل الحساب اعمل له اكتف او كنفرميشن اه ماي فغر بست فريند نحن نكتب شو ما يكون لابد كوني اخترعوه فنش طبعا هلأ هو نقلني للداشبورد للواجهة الرئيسية للموقع هلأ رح نتعرف على الموقع الموقع كثير سهل وكثير رائع و جيد جدا 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 وهلأ رح أقول لكم وقت السحب المصاري شو بيحتاج بكل بساطة هذا الموقع مثل باقي المواقع السيرفيات بيحتوي على استبيانات بيحتوي على شغل اسمه Pools البول هاي مثل التصويت مثلا مثل الفوت بس بنعمل له تصويت وبنربح الفوت تقريبا ماي معرف قدش النقاط تبعتها المهم هذا الموقع هون في كلمة اسمه سيرفي متل ما انتو شايفين فوق كلمة سيرفي هي الاستبيانات سيرفيز يعني وين بلاء الاستبيانات موجودة بلاءها على كلمة سيرفيز الحلاوة بهذا الموقع والميزة تبعته ان استبياناته غالية كثير يعني أقل استبيان نص دولار وأغلى استبيان يعني دائما الاستبيان تتلاقوها 1 2 4 دولار 3 دولار هيك استبياناته دائما غالية طبعا نحن لازم أول ما نبدأ نشتغل بهذا الموقع لازم نعبي شغلة اسمه الـ Profile Surveiz لازم نعبي هاي مشان يقدروا المواقع يبعتون لنا استبيانات بتخص هاي المعلومات تبعتنا اللي احنا عبيناها الـ Profile Surveiz كتير بسيط وكتير سهل تعبايته متل ما تعلمنا في دروس تبع الـ Inbox بس بنعبي الـ Profile Surveiz ومنبدأ بحل الاستبيانات ان شاء الله باعتزر منكم النت كتير بطيء عندي فانا وقفت التسجيل شوي بس لحتى ازبط الانترنت طبعا هون لاحظت ملاحظة انه على الجيميل بعتولي رسالة الـ Active فانا راح افتح على الجيميل وراح اكبس على كلمة Active وخاص بكون حسابي تفاعل وهلا بنفوت على الموقع ان شاء الله ونتعرف عليه وهلا بعد ما فتحت الرسالة راح نكبس على كلمة Active My Account بكل بساطة فورا عملي الـ Active وانا صار حسابي هلا نفعل وعمل Active وكل شي تمام هلا نبدأ نستكشف الموقع نتعرف عليه الموقع كتير سهل كتير جدا جدا وان شاء الله ستدعولي عليه هو بس انه بس له شغلة صغيرة فقط انه لما نطلب المصاري بيطلب رقم امريكي او رقم كندي فنحن حاليا لسه ما لقينا موقع بيعطينا رقم يفاعل هاي الحسابات بس اللي عنده قريب امريكا او كندا بقدر يعني ياخد رقم تليفون ويعمل له تفعيل فقط هو كل رقم تليفون بياخد حساب واحد هون كلمة Surveys مشان ننتعلى الاستبيانات طبعا ننت كتير بطيء يا جماعة يعني سامحون ننت كتير بطيء فهون بيطلع لي دائما الاستبيانات الموجودة عندي وكلمة Rewards مش احنا بس اشوف شلون بقدر انا استكشف شلون بقدر ااخد الاموال تبعتي طبعا السحب تبعه عن طريق فيزا عن طريق gift card visa prepared visa card وعن طريق gift card فطبعا اللي بقدر يسحب امواله عن طريق هادول الفيزا كارد والbirth card فورا يباشر عمل بهذا الموقع هاي gift card بس خلينا نتعرف عليها gift card Nike gift card تمام digital cards طيب هو احنا ما ان شاء الله بس نفوت لقلب الموقع اكسب له اخر تاني لازم نشوف الموقع وين gift card get survey social get rewards تعال نشوف هاي الصفحة تعال نشوف هاي الصفحة تمام هون هون بالضبط كاتب يعني البراندات الموجودة اللي بنقدر نسحب عليها gift card الامازون والماكي والشيليز تقريبا او cvs في كتير تقريبا gift card نقدر نسحبها عن طريقه اه هاي هو بشكل بسيط هذا هو الموقع بشكل بسيط جدا اه surveyate surveyate ومتل ما قلنا غالية كتير مو غالية كتير تعتبر وسط يعني بس افضل من غيره اه ما بين النص دولار والاربعة دولار بس انتوا دائما بتلاقوا دولار او دولارين او اربعة دولار او ثلاثة دولار هي قيمة الاستبيانات اه اكيد رح توصلكم رسائل على gmail من شركة valid abonion عشان تستقبلوا الرسائل استقبلوا الاستبيانات اه ان شاء الله بس اوصل لحد ادنى للسحب بهذا الموقع اه رح اقريك وراح اعملكم فيديو تاني بس عشان نصور فيه نشوف فيه كيف يتم عملية السحب كتير بسيطة بس انا كل ما هنالك اني بختار نوع البطاقة الحد الادنى للسحب تبعه هو 25 اه الموقع بياخد خمسة وبيبعتلك 20 دولار اه ان شاء الله ما بياخد معكم الموقع اكتر من اه من اسبوع حتى توصلوا لحد الادنى للسحب اه ما بتواخذوني مره تاني لانه النت كتير بطيء عندي والصفحات ما عم تفتح يعني عم تفتح بطلوع الروح صفحات فان شاء الله باذن الله رح يتحسن النت و بصوركم فيديوهات كتير عن الفاليد ابونيو عن طريقة حل الاستبيانات بالنسبة لطريقة حل الاستبيانات انا ناشر على القناة على اليوتيوب فيديو اه لتابع لشركة global market بس انا اه حلت فيه استبيان كل الاستبيانات كل الاستبيانات بتنحل بنفس الطريقة يعني ما في اي استبيان بيختلف عن التاني كل الاستبيانات تنحل نفس الطريقة اه ورح احط لكم رابط الفيديو تبع حل الاستبيانات على الوصف لهذا الفيديو ان شاء الله شكرا كتير لكم الله يعطيكم العافية